نعتذر لكم على هذا التأخير تعرفوا أن الإعلان متاعنا رسمي ويكون دقيق وبعد استكمال كل عمليات المتابقة والمصادقات اللازمة وعليها وبعد استكمال الدورة الأولى للانتخابات الريعسية وفي الآجال القانونية تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على النتائج التالية حسب القرار التالي قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرخ في 17 سبتمبر 2019 يتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات الريعسية لسنة 2019 إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد الاتلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 34 و75 و84 و86 و125 و126 منه وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايه 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفصول 142 و143 جديد و144 منه وعلى الأمر الرئاسي عدد 122 لسنة 2019 المؤرخ في 31 جوليا 2019 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جوليا 2014 وعلى القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القرار عدد 18 لسنة 2019 والمؤرخ في 14 جوليا 2019 وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القرار عدد 33 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جنفي 2018 وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها وعلى القرار عدد 20 لسنة 2019 والمتعلق برزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وعلى محاضر مراكز الجمع والقرارات التصحيحية الصادرة عنها وعلى محاضر المكتب المركزي المكلف بجمع نتائج الاقتراع وبعد التثبت من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة وبعد المداولة يصدر القرار الاتنصه الفصل الأول قالت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج إلى النتائج الأولية التالية أولاً معطيات عامة العدد الجملي للناخبين المسجلين هو 7.566 ناخب العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت 3.465.184 ناخب العدد الجملي للأصوات المصرح بها 3.372.746 صوت العدد الجملي للأوراق التصويت الملغات 6.8125 ورقة العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء 24.085 ورقة ثانياً عدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح السيد منجي بن الحبيب بن بالجسم الرحوي تحصل على 27.346 صوت بنسبة 0.8% محمد المحرزي بن بوجمعة بن محمد بن عبو عبو 122.287 صوت أي 3.6% عبير بنت تيجاني بن صالح موسى 135.461 صوت أي 4% نبيل بن رشيد القروي 500 525.517 15.6% محمد لطفي بن إبراهيم بن أحمد المرايحي 121.190 6.6% المهدي بن المختار بن محمد جمعة 61.371 1.8% حمد بن بوراوي بن سالم الجبالي 7.364 0.2% حمد بن علي بن بوسحة همامي 23.252 0.7% محمد المنصف بن محمد بن أحمد البدوي المرزوقي 1338 3% عبد الكريم بن حسن بن حسين الزبيدي 361.864 10.7% محسن بن عبد الكريم بن عمر مرزوق 7.376 0.2% محمد الصغير بن محمد صالح بن عمار نوري 4.598 0.1% محمد الهشمي بن يوسف بن علي حامدي 25.284 صوت 0.7% عبد الفتاح بن جيلاني بن محمد مورو 434.530 صوت 12.9% عمر بن محمود بن محمود منصور 10.160 0.3% يوسف بن محمد الهشمي بن عبد الحميد الشاهد 12.49 ألف 0.42 صوت 7.4% قيس بن المنصف بن محمد السعيد 620 ألف صوت 711 18.4% إلياس بن حامد بن محمد الفخفاخ 12.532 صوت 0.3% إسليم بن محمد بن المختار الرياحي 4.472 صوت 0.1% سلمة بن محمد توفيق اللومي 5.093 صوت 0.2% سعيد علي مروان بن السادق بن محمد العادي 10.098 صوت 0.3% أحمد الصافي بن إبراهيم بن الحاج علي سعيد 239.951 صوت 7.1% الناجي بن محمد بن رمضان جلول 7166 صوت 0.2% حاتم بن محمد بالحسن بن المختار بولابيار 374 صوت 0.1% عبيد بن بلقاسم بن علي البريكي 5.799 صوت 0.2% سيف الدين بن عبد السلام بن مفتاح مخلوف 147.351 صوت 4.4% 5.4% الفصل الثاني 5.4% لعدم حصول أي مترشح على أكثر من 50% من الأصوات المسرح بها تنظم دورة ثانية للانتخابات الرئاسية يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في هذه الدورة وهما السيد قيس بن المنصف بن محمد سعيد والسيد نبيل بن رشيد القروي الفصل الثالث تلحق بهذا القرار جداول تتضمن عدد الأصوات المسرح بها لكل مترشح في النتاق الترابي الراجع بالنظر لكل مركز من مراكز التجميع وعددها 33 مركزا وتمثل الجداول المشر إليها جزءا لا يتجزأ من هذا القرار الفصل الرابع ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التنصية وبالموقع الإلكتروني للهيئة علماً وأن أجل التعون تفتح يوم 18 و19 غدوة ومبعض غدوة وبالتالي نعلم اليوم وأن هناك دور ثاني للانتخابات الرئاسية سيتم تحديد موعدها بعد صيرورة هذه النتائج نتائج أولية نهائية وتكون الدورة الثانية ما بين كل من قيس بن المنصف بن محمد سعيد ونبيل بن رشيد القروي شكراً لكم ويعتيكم صحة